مرحبا يا حلوين الفيديو تبعنا لليوم هو اتصور من الخريف الماضي يعني هاي المشتريات مو جديدة انا اشتريتها من الخريف وحتى بالفيديو بحكي اني بدأ استعملهم بالشتاء هاي المشترياتي من فيكتوريا سيكرت يعني قبل المقاطعة فاخر الفيديو انا رح اكون خلصت المنتجات احكي لكم رأيي عنها بتسجيل اني خلصتها لكن فعلا رح تطلع معي بالمنتجات وهي خلصة بالفيديو الجاي بتاع المنتجات اللي خلصتها بس هذا الفيديو رح احكي لكم شو اشتريت ورح احكي لكم باخر الفيديو عن رأيي لانه فعلا خلصتهم طول الشتوية فمشان اكون واضحة انه هاي المشتريات اشتريتها قبل والفيديو اصلا تصور من الخريف يعني من الخريف الماضي قبل شهر عشرة سنة 2023 مرحبا يا حلوين اليوم بدي احكي معكم عن مشترياتي من فيكتوريا سيكرت اول اشي بدي ابلش احكي لكم عن هاد هاد هو بريحة ريحة الانجل انجل جولد انجل هاد هاي ريحة حلوة كتير طبعا هاد بيجي اللي هو اخف من العطر بس عن نفس ريحة العطر بس يعني بدون ما يكون ريحته قوية طبعا ثباته رح يكون اقل من العطر بس هاد حلو لستعمال في الصباح او استعمال عالمجامب عند النوم هيكا بحسهم هادول كتير حلوين هو ريحته كتير مميزة وحلوة للي ما اجربها وكميته مو قليلة هي 75 مل اما بالنسبة ل مثلا شرور هي ريحته هي بالمسك مثلا يعني الورد والفواركة فريحته مميزة طبعا بيجي معه هذا اللي هما انا اشتريتهم بي مع بعض بيكونوا بنفس الكرتونة بيجي معه الكريم الكريم بنفس الريحة بترك الجسم عن جد رطوبته يعني برطب منيح الجسم وكتير حلوها 200 مل وبيحمل نفس الريحة لما تستعمليهم مع بعض مثلا بعد ما تكوني اخذت شوار في في الليل مثلا تحطي الكريم تحطي فوقه هاي الريحة بحس انه بيكون كتير ثابتة وحلوة لما تستعمليهم مع بعض فانا حبيتهم كتير ولي هاي الفترة جيبتهم ان شاء الله عشان استعملهم اما بالنسبة للمنتجين هدول فهم من نفس تقريبا يعني نفس الشي هذا بالعسل وزبدة الشيا هايو عسل وزبدة الشيا هاد زيت بالعسل بالنسبة لاززيت نبلش نحكي عنو هاد اول اشي 236 مل هو زيت للجسم بمتصه الجسم بسرعة بترك الجسم كتير مترطب وبيغذي الجسم طبعا بيحمل ريحة العسل وبيحكيه انه هو مصنوع من العسل الصافي فانا ولا مرة استعملت زي هيك زيوت فحابة اني استعمل وشكله مو خفيف شوفوا كيف بالذات بفترة الشتاء بنحتاج لترطيب اوي فحاسة انه رح يكون اختيار مناسب لهذا الفصد لهاي الفترة بيجي مثلا بعدين هادا الكريم هادا الكريم برضو بالعسل من مكوناته العسل وزبدة الشية وهو ترطيبه عالي برطب الجسم كتير منيح بتمدصه البشرة بسرعة وبترك الجسم رطب وفي لمعة يعني مش لمعة انه هو يعني هو ما في لمعة من جوة بس هو بترك يعني مش زي الجلد الناشف يعني بيلمع من الترطيب المنيح وهو ممكن استخدامه بشكل يومي برضو هو الريحة الطغية عليه ريحة العسل فانا جبت هدول المنتجات لها الفترة وبجربهم ان شاء الله بحكي لكم تجربتي عنهم بعدين كيف يعني رأيي فيهم وهلا بعد ما خلصتهم بتحكي لكم رأيي فيهم هلا بالنسبة لهذا الكريم هو كريم حلو نفس ريحة العطار خفيفة يعني هيك ريحته خفيفة بس برطب منيح حبيت انه خلصه بسرعة قبل ما تتغير ريحته لانه هدول اللي هيك شكلهم مرات تغير ريحتهم اذا طولت عليهم فخلصيهم بسرعة والعطار معه كتير حلو مع بعض لانه ريحتهم خفيفة كنت انا استعملهم بعد ما اتحمم مثلا او على البجامة وبالصبح كمان هم حلوين هلا بالنسبة للمجموعة التانية هدول كتير كتير رائعين كانوا الزيت كتير بيرطب وريحته كتير حلوة حتى بتضل على البجامة ريحته عن جد يعني بس تشلحيها بتضل ريحته على البجامة كتير حلوة وكتير بيرطب الجلد ويتركوا لفترة طويلة مترطب وكتير ناعم الجلد ما بتتغير ريحته وريحته خفيفة ريحت عسل مش عطور مع انه بشيها بس ما تغيرت ريحته عن جد بيرطب كتير كتير منيح الفيديو بتمنى انه تتركوا لي لايك وتكتبوا لي اقتراحاتكم للفيديو هاتش جاي وبتمنى من اللي ما اشترك انه يشترك عشان تكبر عائلتنا وهلا لازم احكي لكم مع السلامة